الإهمال والتقصير أبرز معالم الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 منطقة الصالحية في مدينة الناصرية بمحافظة ذيقار مثال صارخ على ذلك حيث تفتقد لأغلب المقومات الأساسية للحياة أول شيء خدمات ما متوفرة من خلال المجاري والكهرباء وشوف هاي الناس وطيئة يعني هاي الكسبة الناس ما عدتها صادر رزق خدمات احنا ما حد يوصل لمنطقة هاي أول شيء يعني من ناحية الأوساخ الشارة البلدية ما تقدر توصل لمنطقة وتشوف الوضعية وشوف الحالة التعبانة الثاني شيء عندنا المجاري المجاري هاي هسا عندنا وكيت راح يجيب هصل الشتاء والمطار راح يسر هنا حتى المطار يوصل لبيوت احنا مكاننا بالصالحية بين المدارس وهاي صار ان عشرين سنة هنا لحد لا بلدية اجتنا لا محافظة سيلة علينا لا واحد قال ان الله يساعدكم وهاي الحكومات السابقة والحالية كل شي ما وانحنا نريد منعيدهم خدمات بسيطة يعني هذا حقنا مجاري تبليط كهرباء شوين دار رواحتنا يداروننا هاي عايشين بالرطوبة عايشين بين الاوساخ عايشين بين القصب والبردي لا حول ولا قوة ويشكو اهالي الصالحية من ندرة زيارة الجهات الحكومية المسؤولة لمنطقتهم ومن عدم استجابة هذه الجهات لمناشداتهم وطلباتهم بمعالجة الاسكاليات الخدمية التي تنغس حياتهم منذ سنوات طويلة وطالبنا اكثر من مسؤولوا لحد الان احنا منطقتنا الصالحية من كوبا لحد الان ما احد اجانا شخص وسأل عنه وقال شنو انتم يعني احنا سمن جاينا هاي الامطار هس الغزير راح تنهينا احنا بالذات احنا منطقة الصالحية لا من مدير البلدية جانا لا من سيد المحافظة استاذ احمد الخفاجي وترى محافظة ذيقار ان طبيعة منطقة الصالحية غير مخصصة للسكن ما يحول دون تقديم الخدمات لها لافتة في الوقت نفسه الى سوء التخطيط الحكومي واهمية تغيير طبيعة المنطقة لحل ازمتها هذه المناطق حقيقة نتيجة السياسات السابقة وعدم تطويبها والمواطنين اسكنوا بها لسد المشاكل الموجودة بازمة السكن اعتقد المشاكل المهمة التي تعيدنا بقضية تشريعية هو تحويل الجنس من غير سكني الى ارض سكنية بعد ما تحويل الجنس ممكن تنشمل بعض الخدمات منطقة الصالحية مساحة تفتقر لادنى متطلبات الحياة من الخدمات واهليها ينتظرون اليوم جهدا حكوميا طال انتظاره يخفف عنهم بعضا من تعب الحياة الذي يكابدونه اشتركوا في القناة